بسم الله الرحمن الرحيم خصائص النظام السياسي في الإسلام للنظام السياسي الإسلامي خصائص من هذه الخصائص الربانية والربانية هي أولى خصائص النظام السياسي الإسلامي وتتمثل في ربانية المصدر وربانية الوجهة ربانية المصدر تعني أن هذه الخصائص للنظام السياسي الإسلامي مصدرها هو الوحي من الكتاب ومن السنة والدليل على ذلك قول الله عز وجل وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم فكل النظام السياسي مصدره الوحي من الكتاب ومن السنة ولهذه الميزة ثمار عدة أول هذه الثمار العصمة من التناقض في الأحكام والنظام والتطبيق لأن مصدر الخصائص للنظام السياسي هو الوحي فلا تناقض في الوحي والثمر الثاني البراءة من التحيز والميل لمصلح الطائفة من البشر أو لون أو عرق أو بلد دون آخر قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربيين على جميع ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى الميزة أو الثمرة الثالثة الاحترام لهذا النظام لأنه من عند الله عز وجل وسهولة الإنقياد والاتباع له الفائدة أو الثمرة الرابعة التحرر من عبودية الإنسان والعبودية هي الذل والخضوع والإنقياد وقد انحرفت الأنظمة السياسية الوضعية بتذليل الأتباع للمتبوعين وانحرفت كذلك في جانب آخر من جوانب العبودية حيث أن السادة قد يحرمون على أتباعهم ما يشاءون ويحللون لهم ما يشاءون قال سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورغبانهم أربابا من دون الله ومعنى ذلك أن هؤلاء الأحبار والرغبان يحرمون على الناس ويحلون لهم ما يشاءون أما في الإسلام فالمشرع والمحلل والمحرم هو الله سبحانه وتعالى فلا عبودية إلا لله سبحانه وتعالى ولا عبودية لإنسان على إنسان الأمر الآخر أو الأمر الثاني ربانية الوجهة ومعنى ربانية الوجهة أن الإنسان يبتغي بعمله وجه الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين هكذا يعلن المسلم المؤمن توجهه لله سبحانه وتعالى بجميع أموره ومن هذه الأمور منهجه السياسي الذي يسير عليه فالعمل في النظام السياسي أمر يتعبد به المسلم لله عز وجل وذلك بإخلاص النية لله عز وجل لأنه يعلم أنه مأجور عند الله عز وجل على هذا العمل قال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم الإمام العادل فالإمام العادل الذي عمل بالنظام السياسي الإسلامي وأخلص نيته لله عز وجل في عمله هذا يكون ضمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة فإذا كان يعاقب على عدم العمل فإنه يوجر عند العمل والمحافظة على ما استرعاه الله سبحانه وتعالى الخاصية الثانية من خصائص النظام السياسي الإسلامي الشمول فالنظام السياسي الإسلامي شامل لجميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأسرية الأدلة على أن النظام السياسي الإسلامي نظام شامل قوله سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وأيضا قوله سبحانه وتعالى ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء فهذه الآيات تدل على أن النظام السياسي الإسلامي شامل لجميع جوانب الحياة المختلفة وأيضا ما ورد عن أبي ذر رضي الله عنه قال لقد تركنا محمد صلى الله عليه وسلم وما يحدك طائر جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما فدلت هذه الأدلة على شمولية النظام السياسي الإسلامي هذا والله أعلم وأحكم